موسيقى النشط الرئيسة من الاقتصادية الأولى وهذه أبرز العنوين تعميم الرقمنا وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية ملفات تنتظر الوافد الجديد على الوزارة الأولى مطالب بحلول عاجلة لإعادة بعث نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعطرة إجراءات جديدة ضمن قانون الحد من أخطار الكوارث أهلا بكم إلى التفاصيل بداية تنتظر الوزير الأولى الجديد ندير العرباوي العديد من التحديات الاقتصادية والبلفات المستعجلة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهم هذه البلفات في تقرير مونيرة بن خوشة ملفات اقتصادية هامة على طاولة الوزير الأول الجديد ندير عرباوي وباعتبار أن تحديات الجزائر حاليا هي اقتصادية بامتياز فإن أثقل هذه الملفات ستكون في هذا الشق من خلال التركيز والاستعجال في تعميم الرقمنة على القطاعات التي لم تفعل فيها بعد التحرر من قيود التبعية لقطاع المحروقات وعدة ملفات أخرى تحكم في الأسعار كذلك تحكم في نسب التدخم وإعادة نعاش حركية الاقتصاد ربما عليه تكبلة أو مواصلة مسار الرقمنة المطلوبة في الجزائر وطبعا الرقمنة أصبحت أولوية قسوة لدى الساس الجزائريين خلق ديناميكية أكبر في سلك الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمقاومات الاقتصادية الجزائرية في الساحة الدولية ولفات ينتظر أن يعالجها العرباوي بسلسة وليونة أكبر باعتبار أنه دبلوماسي سابق مثل الجزائر في العديد من البلدان والهيئات الدولية بحكم حنكته وخبراته الدبلوماسية الطويلة أن يفعل الدبلوماسية الاقتصادية التي تحتاجها الجزائر في المحافل الدولية وفي ترتيب الأولويات الاقتصادية مع الخارج أو الدول المؤثرة في الاقتصاد الجزائري بالخصوص في الملفات الحساسة أما في الجانب التشريعي لهذا التغيير فإن الدستور الجزائري يكفل الحق الكامل لرئيس الجمهورية في تغيير الوزير الأول للحكومة دون مد افطرار إلى تغيير باقي أعضائها ودون تغيير البرنامج الحكومي حسب الخبراء خلال ما يعتقدون بعض المحليين وفعض المحليين بأنه داع سيد رئيس الجمهورية للوزير الأول وتعيين وزير أول جديد دستورياً لا يتغيير طبعاً إقالة الحكومة فهذا يدخل ضمن الصلاحيات الكاملة للمملاحة الدستورية للسيد رئيس الجمهورية وأنه تغيير الوزير الأول للجديد يدخل ضمن هذا الإطار هذا تفعيل القوانين التشريعية التي سبق وأن صادق عليها البرلمان يعد أيضاً من بين التحديات التي ينتظر أن يركز عليها الوزير الأول الجديد سيما قانون الاستثمار والسفقات العمومية والقرض والنقد والمناطق الحرة افتتحت اليوم أشغال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للطاقة والهيدروجين في شمال إفريقيا في طبعته الحاضي عشر بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران تغطية حنان تلمساني وتقرير عبد المالك بالهشات لقاء سيسمح لمختلف الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة بتعزيز الحوار حول موضوع مصادر وأنماط الطاقة في الجزائر وكذا البحث عن فرص التعاون والشراكة والاستثمار بغية دفعي بهذا القطاع مناقشة التحديات التي تواجهنا من أجل حقيق انتقال طاقوي سلس يلبي حاجيات مواطنين في العيش الكريم ورفاهية وكذلك حاجيات اقتصادنا وتعزيز قدراتنا على مجابهة الرهانات على المستوى الإقليمي والدولي خصصت الجزائر 42 مليار دولار خلال سنة 2023 و2027 لمشاريع الغاز من أجل زيادة قدراتها في الإنتاج مع دعم تكنولوجي كبير كما كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر ستطلق مشروعا بـ 15 ألف ميجاوات أفاق 2030 وبلوغ نسبة 30% من الطاقات الشمسية سنة 2030 يسعى القطاع للحد من الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة وترشيد استهلاكها عن طريق اعتماد نموذج طاقوي وطني فعال يمكن من الاستعمال الأمثل للطاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون طبيعة الحال مع القطاعات المعنية المختلفة سنة راك وبصفتها فاعلا أساسيا في مجال الطاقة تلتزم بمخططاتها لإيجاد حلول للتخلص من انبعاثات الكربون وتنمية وتخزين الطاقة المتجددة كما تواجه الشركة أيضا تحديات لتحقيق الاستقرار الطاقوي من خلال كسب أول تحدي وهو إنجاز استثمارات هامة في مجال إنتاج الهايدروجين وتنفيذ مخطط تطوره إن التحول الطاقوي ليس مجرد حياة بل هو أمر ضروري إذ أنه يتطلق إعادة النظر في نماذجنا الطاقوية أي الانتقال من القديم إلى الجديد ومن غير المتجدد إلى المستدام إنه ليس تطورا تكنولوجيا فحسب بل تحولا تقافيا واقتصاديا كذلك معرض نابيك الدولي منصة للحوار الإفريقي والمتوسطي في قطاع الطاقة والمحروقات والهايدروجين ومناسبة تسمح بتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على المجتمع الدولي برسم مختلف الأزمات والتغيرات الجيوسياسية كلفت مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمهورية مصالحها بتطبيق التدابير التي تخذتها وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بمجال الإشهاد حلالة موني حنون والتفاصيل وضعوا وسم حلال على عشر مواد استهلاكية إجراء إلزامي ستفعله مصالح الجمارك والتجارة الخارجية بخصوص ما يتم استراده عاملا بالقائمة المحينة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والتي شملت المنتجات ذات الأصل الحيواني الزيوت والدهون الحيوانية الحلويات المرطبات المضافات الغذائية الحليب ومشتقاته كل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية المستحضرات الموجهة للردع ومستحضرات المتابعة المعطرات الإصطناعية هذه الإجراءات هي خلاصة لمطالبة الكثير من جمعيات المهنية وحتى جمعيات حماية المستهلك لحماية المنتوج المستورد خاصة الغذائي من ممكن أي خلال خاصة في مجال صلاحيته للأغذية ومعروف أن الكثير من المواد الغذائية المصنوعة في العالم خاصة في أوروبا لا تهتم بأمر الحلال ممكن بعض اللحوم أو مشتقات اللحوم لا تكون مذبوحة لا تكون حلال ومدام هذه المواد الغذائية موجهة لمسلمين فيجب أن تكون موسومة مع أنها تكون مؤكدة أنها قبل الاستهلاك من حيث الحلال مع أنها تكون حلال الإجراء جاء بالتعاون مع إدارة مسجد باريس الكبيرة بعدما حددت شروط وألية متعلقة بإصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر تحتوي مراجعة القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة سياغتها وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرضه المشروع التمهيدي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قال إن القانون تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد والأخطار البيوت تكنولوجية يطالب مستثمرون شباب ممن استفادوا من قروض لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بمسح ديونهم التي تراكمت عليهم جراء فشل بعض المشاريع التي أطلقوها بعد استدامهم باضطرابات في السوق والتدخم وارتفاع تكاليف المواد الأولية تفاصيل أكثر في هذا التقرير أزياد من مليون مؤسسة اقتصادية انباثقت عن الوكالات الوطنية منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن مؤسسات تعطرت في استكمال مشاريعها الاستثمارية لأسباب مختلفة بعد استفادتها من قروض في إطار وكالة لونساج لاكناك غير الأزمات الاقتصادية المتولية بالإضافة إلى انعدام استراتيجية واضحة ومنافقة من قبل المؤسسات الوطنية المكلفة بتسييرها عوامل وأخرى جعلت أصحابها يواجهون ديونا كبيرة ما دفعهم للمطالبة بوسحها من أجل إعادة تفعيل مشاريعهم من جديد الخطأ كان خطأ كبير بالنسبة للسلطات العمومية نذاك في مراقبة هذه المؤسسات ومتابعة هذه المؤسسات هو اختراح حلول بالنسبة لكل المؤسسات هذا هو طبعا دور البنك في متابعة المشاريع الاقتصادية في مراقبة المشاريع الاقتصادية في طبعا تطوير المؤسسات هذه الاقتصادية بصفة عامة إلى جانب طبعا هذه الوكالات المرتبطة بعملية الدعم لخلق هذه المؤسسات قرار الحكومة الأخير القاضي بمسحي ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثر كان حافزاً جديداً أبدى من خلاله أصحاب المؤسسات الخاصة بتعميمه من أجل إعادة بحث هذه المشاريع الاستثمارية في خطوة لإنعاش الاقتصاد الوطنية ضروري أن تكون استراتيجية واضحة هذه الاستراتيجية تعطي حلول الحلول طبعاً ملموسة بالنسبة لي سواء بالنسبة لي مسح الديون بالنسبة لي هذه المؤسسات قلنا مع شرط معين اللي ممكن تحصل على القرض وتحصل على الآلات وطبعاً باحها في هذه المرحلة وعمره مخدم أو مقدم النشاط اقتصادي هذه الأشخاص مثلاً يمنعوا من عملية الحصول بالنسبة لي قد يتدعم في المراحل القادمة أما بالنسبة لي الأشخاص اللي مارسوا العملية واللي عارفه طبعاً عز في هذه المرحلة واللي عارفه مشاكل طبعاً اقتصادية إنه الخطأ الخطأ أنه نحن نحن لم نقدر لم نثمن لم نشرح بالنسبة لي خلق الرهان والاقتصادي الهام الذي تعول عليه الحكومة من خلال الاستثمار في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية لن يتحقق إلا من خلال وضع رؤية استشرافية واضحة وحلول عاجلة لإعادة تفعيل نشاط هذه المؤسسات الاقتصادية المتعثرة التي من شأنها أن تساهم في التنويع الاقتصادية ستنطلق فعاليات الطبع الثانية لمعرض التعليم والتكوين المهني التعليم العالي وتكنولوجيات المعرفة إدوكتيك في الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين المقبل بقصر المعارض السنوبر البحرية ويرتقب أن يشهد المعرض مشاركة مائة عارض يمثلون مجالات مختلفة ويعملون على تنشيط العمالية المعرفية بأكملها حوالي 15 ألف زائر هذا العمر ننتظر حوالي 50 ألف زائر عندنا حوالي 100 شركة اللي راح تعرض في هذا المعرض وعندنا عشرين مختص اللي راح يشاركوا في المحاضرات مغزة من هذا المعرض وهذه الطبعة الثانية أنه نجمعوا كل المتفاعلين في ميزان التعديل وتكنولوجيات المعرفة جديد هذا العام يكون مسابقات مسابقة حسن معلم يكون مسابقة روبوتيكة أطفال تكون اتصالة الجزائر شاركت بصيفتها الراعي الرسمي في الطبعة الأولى ورأي أيضا هذا العام الراعي الرسمي لأنها شافت أن هذه المبادرة هي مهمة وعندها أهمية كبيرة واتصالة الجزائر بصيفتها المتعامل الأساسي والرئيسي في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر بتوفيرها للأنترنت للزبائن الخواص والمحترفين ارتفع عدد المشاريع المختصة في تربية المائيات حيث شهد قطاع الصيد البحري تطورا في القدرات التقنية والبشرية الموجهة لإنتاج السفن محليا بالإضافة إلى التوجه نحو إشراك وتكوين الشباب في المشاريع الاستثمارية المبتكرة المرتبطة بعمليات الاستزراع السبكي أقول وتربية المائيات منال نجاع إنجازات ومشاريع استثمارية عديدة سجلها قطاع الصيد البحري في الآونات الأخيرة أصحابها أغلبيتهم من فئة الشباب حيث ارتفعت عدد المشاريع المختصة في تربية المائيات البحرية والقرية إلى مائة وسبعة وعشرين مشروعا بالإضافة إلى ارتفاع عدد السفن الكبيرة التي يفوق طولها أربعة وعشرين مترا إلى أكثر من مائة سفينة من بينها ثلاثة وثلاثين سفينة موجهة لصيد التونة في أعالي البحار من بين الأسباب الأساسية التي ساهمت بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية نخص بالذكر لا الحصب التدابير التحفيزية التي اقترتها الدولة لمرافقة هذه الاستثمارات سواء جبائية أو شبه جبائية أو ميزانيتية بعنوان الدعم للعلم أن هذه التحفيزات بالإضافة إلى استراتيجية القطاع الهادفة عطت نتائج وجلبت مستثمرين من مختلف الشرائح خاصة من شباب وخارجي الجامعات عبر مختلف مناطق الوطن وذلك لخلق مؤسسات ناشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وإعطاء نقلة اقتصادية للوطن اتفقت وزارة صيد البحري رفقة المجلس الأعلى للشباب على إمضاء اتفاقية إطار في الأيام القادمة بهدف ضمان مرافقة أمثل للشباب في الجانب التكويني والاستثماري وتوفير الدعم الكافي لإنجاح مشاريعهم المرتبطة بالصيد البحري والتربية المائيات هذه المشاريع المبتكرة والمؤسسة ناشئة هي في مجالات ذات صلة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذلك حماية البحرية منها 31 مشروعهم في طور التسيد والمرافقة والإنتاج على المستوى المحلي لا سيما في نشاطات تعنى بتربية المائيات الذكية والأخرى المدمجة من الفلاحة في نشاطات تعنى بصناعة عتاد صيد البحري وتربية المائيات وكذلك مؤسسة ناشئة في تربية طحالب وتثمينها لا سيما طحالب يسمى سبيرولينا والكلورال وكذلك بعض المشاريع التي تعنى بصناعة الأعلاف من المرتقب أن يحقق القطاع نسبة إنتاج تصل إلى 100 ألف طن من تربية المائيات من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 ألف طن بالمياه العذبة خلال أفاق 2030 فهو الرهان الاستراتيجي الذي تسعى السلطات المختصة لتجسيده على أرض الواقع عبر تكريسي ميكانيزمات واقعية واقتصادية عقد رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية جلست عمل مع مسؤولي الشركة الصينية بولي تكنولوجيس المختصة في الصناعات العسكرية حيث تابع عرضا مفصلا حول آخر منتجات وصناعات هذه الشركة كما استمع إلى شروحات واسعة حول التطور الذي تشهده الصين في هذا المجال كما كان أيضا لرئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له لقاء آخر مع مسؤولي الشركة سي اي تي سي العمومية الصينية المختصة في مجال الإلكترونية الضفاعية حيث تلقى عرضا حول عمل الشركة وخبراتها في مجال الضفاع والصيانة وكذا سبل التنسيق والتعاون في الأخبار الدولية أضحت عملية الإبادة الإنسانية والخسائر المادية التي يسببها الكيان الصهيوني على فلسطين المحتلة أكثر تكلفة له عما كان متوقعا في البداية وبضغوطات مالية كبيرة مما وضع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يمين نتنياهو تحت مقصلة المحاسبة تقرير أميرة أمكيدش في ظل إسرار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يمين نتنياهو مواصلة إبادته في فلسطين وبكل قوة ووسط رفض الدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار تكلفة الميزانية المخصصة لها تضعه بين مطرقة الموازنة المالية وسندان السياسة بل وضعته تحت مقصلة المحاسبة تأسيما في ظل التكلفة اليومية التي تكبدها اقتصاد الكيان بنحو 260 مليون دولار مشاريع لتطوير مستوطنات الكيان الصهيوني على غرار تخصيص رقم قياسي قدره 14 مليار شيكل أي 3.6 مليار دولار من التحويلات فيما يسمى أموال الاتلاف الحكومية وجهة لصالح المدارس الدينية وبناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ووفق خطط ميزانية عام 2023 فإنه من المقرر أن يزيد الإنفاق بمقدار 35 مليار شيكل وجه معظمها إلى جيش الكيان الصهيوني ويمول الجزء الأكبر منها عبر الديون هذا القرار أثار السياء المستثمرين والقبراء الاقتصاديين الذين دعوا للعودة للرشد ووقف الدعم اللامشروط وفقا لتقدرات وزارة المالية ستقدر القصائر الاقتصادية الناجمة عن تدعم عملية الاحتلال العسكرية لنحو 8 مليارات دولار مع زيادة عجز في الميزانية الذي قد يصل إلى 4% من الناتج المحلي هذا العام وخمسة بالمئة في عام 2024 هذا وتدخم عجز ميزانية الكيان بأكثر من سبعة أضعاف في أكتوبر مقارنة بالعام السابق علاوة على ذلك أعلنت وزارة المالية عن خطط لزيادة الاقتراض بخمسة وسبعين بالمئة في نوفمبر الجاري مع كثرة التأويلات والتساؤلات هل سيصمد اقتصاد الكيان أكثر؟ كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التدخم السنوي للأسعار سجل انخفاضا بنسبة 35.8% في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر أين بلغ نسبة 38% وجاء تراجع معدل التدخم مدفوعا بأسعار المواد الاستهلاكية حيث زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تعد البكون الرئيسي في سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس التدخم العام إلى 71.3% على أساس سنوية وتعد هذه المرة الأولى التي يتبطأ فيها تدخم أسعار المواد الغذائية منذ ستة أشهر وصلت أسعار النفط في الهبوط بعد ثلاثي أسابيع من التراجع حيث انخفض خام برينت إلى مدون 81 دولارا للبرميل بعد أن خسر حوالي 12% على مدل سبيع الثلاثة الماضية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط أما عن خام غرب تيكساس الوسيطة فاقترب من 77 دولارا للبرميل وينتظر المتدولون تقرير أوبيك الشهرية عن سوق النفط يوم الاثنين لتأكيد ما إذا كان الانخفاض الأخير مبالغا فيه وفي آخر خبر تستعد الشركة بوينج لإتمام صفقة كبيرة مع طياران الإمارات لشراء طائرات من طراز 777 اكس وذلك على الرغم من عدم التأكد من موعد تسليم الطائرات ذات المحركين الأكبر في العالم كما أعلن الطيران الإمارات أنها تجري دراسات على أغبيوس لطلب طائرات 350 بوينج و 787 الأصغر حجما وسيوفر انطلاق معرض دبي للطيران اليوم منصة للإعلان عن السفقات الكبرى حيث تسارعت الشركة الإماراتية إلى تجديد أساطيرها وتحديثها حسب ما كشفت عنه مصادر لصحيفة بلومبرغ قبل أن نفترق هذا تذكير بأهم العنوين تعميم الرقمنا وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية ملفات تنتظر الوافد الجديد على الوزارة الأولى مطالب بحلول عاجلة لإعادة بعض بعد نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة إجراءات جديدة ضمن قانون الحد من أخطار الكوارث نهاية النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر